عطل حاكم اليوم الشعب اللبناني مهموم يسأل إذا رفع الدعم شو رح يصير فيه ماذا سيصير ماذا ستصبح الأسعار اليوم هو مهدد بقوته اليومي كم أمامنا من الوقت قبل رفع الدعم وهل اليوم توجه المصف المركزي إلى ترشيد الدعم يعني فقدين سلعة من السوق مساء الخير مساء الخير للأستاذ وانوان مساء النور ساعة حكم البنك المركزي عنده بالوقت الحاضر الشيولة بحدود التساطاشر مليار وخمسوية مليون دولار اللي بيقدر يستعمل كل ما يفوق الاحتياط الالزامي اللي هو بحدود السوات عشر مليار دولار فنحنا في عنا وقت قدامنا والمجلس المركزي اتخذ قرار وبلغ الحكومة بأنه نحنا ما بيحقلنا نستعمل احتياط الالزامة لتمويل الاستيراد نعم انطلاقها من هون في الفترة الزمنية اللي بيقدر مصرف لبنان يضل يمول المواد الأساسية والمواد الغذائية توقف على تعاون الوزارات المعنية وكيف هي هي تنظم وترشد الاستيراد بدون ما انه ينقطع اي شي على اللبنانيين نعم وبهذا الصدد طلبنا من وزارة الطاقة تحددنا شو هي حاجات البلد ان كان الفيولة الكهروة او محلوقات اخرى وهالكميات كيف بدأتكون موزعة على اي شركات بهدف انه يكون عندنا اطول مجال ممكن لتلبية الحاجات لغاية ما انه يصير فيه خطة واضحة بتعيد السقة وبتعيد الحركة التجارية بتمويلها الى ما كانت عليه يعني اليوم نعم تفضل كمان بالنسبة للسلة الغذائية بعتقد انه فيه جهد كمان لترشيد على الموضوع وبالاخص انه ما بيخفى انه فيه استغلال من بعض التجار او فيه حتى عمليات تهريب عبتسير ولذا نحن نصحنا وبعتقد موافق معنا وزير الاقتصاد انه يكون فيه بطاقة لكل لبناني لكل لبناني بيقدر يستعملها لمشترياته وبتحافظه على قدرته الشرائية وكأنه الدعم بعده قائم يعني اليوم سنتجه من دعم مباشر للتجار عبر اعطاء الدولار ب1515 الاتجاه المقبل اتاحة بطاقات لكل اللبنانيين وعدم اعطاء الدولار ب1515 هي البطاقة رح تترجم الالف وخمسمية وخمسة عشر للمواطن نعم يعني بتضل قدرته الشرائية نفسها بس بتكوني عبتدعم المواطن اتخذ هذا القرار سعادة الحاكم هذا القرار عبينشغل عليه وفيه اجتماعات بدأت تصير بولاسية مع وزارة الاقتصاد مصرف لبنان مش دوره هو دور الدولي بالفعل بس مصرف لبنان عنده التقنيات اللازمة ليصير فيه تنفيذ للمشروع ورح نتابع الموضوع بس بهالوقت نحن مستمرين بشغل نعم انا بس بدي ارجع وضح وصلت الضوء ذكرت كل لبناني وليس فقط الفقراء او الفئات المهمشة اليوم بلبنان كل لبناني سيحصل على دعم بشكل غير مباشر عبر بطاقات وانا عرفت انها رح تكون عبر المصارف نعم صحيح كل لبناني نعم نعم